خلط فالح ممثل ومحامي وسمعت انك عملت حاجات تانية كتير ادوار تانية كتير فران ألمونيوم ايه ده ايه تاني وحلواني اه وادوار ايه تاني وبيع بيع ايه بيع ملابس حريمي ولا كترجالي ملابس بحر رجالي وحريمي ايه تاني وبس كده انت والتي والألمونية وعلموني كل دي ادوار في الفيلم بتاع حياتك المفروض انك اخرجته و لسه بتخرجه وانت البطل فيه وبتعمل كل الادوار دي كان ايه احلى دور و اهم دور في حياتك اهم دور عملته اه في فيلم حياتك طبعا مش مش والله اهم دور اتمنى ان اكون عملته اه ده يبقى بخصوص احمد وعاليا ده اهم دور احب ان انا اعمله اه دور العبا ده مش عارف عارف اعمله ولا لا بس اهم دور في حياتي هم اهم و احلى دور او الدور اللي بتحس انك مش بتمثل فيه اه وفي الادوار التانية كنت بتمثل اه لا بس اه ده الدور اللي مشاع كل لحظة فيها بجد بتمثلك وبتعبر عنك اه اه ليه لان احمد انا بطورة بنفسي وراه ما عرفش ليه باحتياجاتي بمشاعري بشوفاني للدنيا بقيت اشوفها من ورا احمد اه من ورا عاليا بقوا هما المقدمين عني دايما يعني هما الابطال يعني لو جينا نقول قفيش دلوقتي يعني نحطهم اه اه في الحياتي احمد وعاليا طبعا بطالين طب هما القفيش طب وانت ما بتعمل معاهم كده دلوقتي وعاوزت زم بتقول بتطورة وراهم وانت الاب انت حسيت الاب ده قبل كده ما حسيتوش من الحياة اللي انا اول مرة عرفها تخيله ما كنتش عارف؟ قب بحياتي انا متوا عندك قديه؟ اه ست شهور وماما؟ اه تمان سنين بس اه فيه اللي قام بقى بدور الاب اه كويس قوي في الحياة في حياتي ده هو اخويا الكبير اه انسان اه قام بدور الاب اه باقتدار يعني قام بحلو حلو يعني طب كانت بي زي ما بنعمل في الافريم كده ويطلع انه ده حرام ابوه وماته هو صغير ومحروم ويتيم بجد الاحاسيس دي ولا هي زيادة شوية يعني مش بالطريقة اللي احنا بنقعد نصورها وده يتيم ومش عارف ايه ولا اه هو بس الفرق انك انت كل لحظة في حياتك بتقول انت مسؤولة عنا مسؤولة عنا مسؤولية كاملة مفيش حد تقول له مفيش لحظة تجري مش عارف ايه مفيش لحظة تغلطة وانت حاسة ان فيه اللي هيعمل وراك حاجات بتقبيلي على اي تجربة ممكن اه بتبقى محتاجة توجيه بتبقى محتاجة لان الخبرات انت بتكتسبيها حيانا من الناس اللي حواليك وخصوصا الاب وخصوصا الام فلما ما بيجقوش موجودين انت تبقي مسؤولة بالفعل مسؤولية كاملة عن تصرفاتك والتجربة اللي بتعمليها تجربة بتعلم فيك تعليم حقيقي بقى ما بتنسيهش وامتى الدور اللي حسيت بافتقاد الدور ده امتى حسيت يا ريت كان فيه اب وام في مشهد بتفتكره مش عارف لي المشاعر دي عمرها ما بتسيبي الواحد كل ما يعني المفروض كل ما يكبر خلاص الموضوع ده بيصغر عنده في الحقيقة لأ احيانا كتير جدا يا صندرة بقى في حالة نجاح مثلا ومالعيش اللي اقوله انا مبسوط موت الاب بتحس ان الحيطة اللي انت سند عليها مش موجودة بس حيطة ايه خدت دول 6 شهور بس انت وقف لا ده انا بقول بعد كده بعد كده هتحسك الام بقى هي الارض اللي انت وقف عليها مش مجرد حاجة بتتسند عليها وده مش تعليم من دول الاب ولا حاجة بس الاب هو الحد اللي بتروحيله بيحميك بي 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 انما الام هي الكان اللي بيحتوي اصلا فالارض دي بتنزل من تحتك فبيبقى فيه فترة اللا اتزان وعلاقتك بالحياة وعلاقتك بالاشخاص وعلاقتك بنفسك بتختلف خالص بتبقى حاجة تانية خالص بتشوف الدنيا من حاجة من حتة تانية فطبعا ده بيأثر بشكل وباخر في كل المشاهد في كل المشاهد عايز اقولك دلوقتي لحد دلوقتي عايز اقولك دلوقتي اه بيأثر طبعا احيانا كتير بقى بقى بقولك فيه حتة نجاح حلو عايز اقولها لحد لما تحب تقولي حاجة نجحة انت حباها وما تلاقيش حد بتبقى اقصى بكتير من حاجة تعباكي ومش تلاقي حد تليهانو انت نفسك حد يفرح معاك بنفس المقدار ده؟ المشاركة في الفرحة هو النجاح على الظروف على الحالة على المعوقات على 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 فعايز اقول لحد ان انا انتصرت على كل الحاجات اللي موجودة حوالي الشيء المتعب انت بتحس ان الكون كله معاك يفتعبك يعني فيش مشكلة يعني بنقى من نعم عايز اتفرحي عايز كده ويه المقابر دي اللي انت عايز تعملها ايه ده؟ عايز تعمل مقابر حد سألي كده لا لا عملت الحمدلله خلاص الحمدلله عملت عملت يعني اول حاجة عملتها اول بناء ابني في حياتي اصلا بعد ما بقى فيه الحمدلله لابني به كان المقبارة بتاعته امي ابوي كان في حاجات يعني مثلا امي كانت تحبي لاسمين اوي اوي وكانت تجيب كده ياسمين يعني اعرفت رحته منها فزرعت ياسمين كانت تقوم لو مخضوضة من حاجة لو بتفكر في حاجة فيه دعاء كانت دايما تقوله اه لا اله الا الله وحده لا شريكة له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء القدير فالدعاء ده كنت حابب اكتبه الله كتبته الله هناك يعني ازاي فاكر ده وانت كان عندك ثمان سنين ما ما راحتش السورة انا تعريبا مفتكرش اللي مبارح حصل بس مقدرش انسى اللي حصل زماني يعني مقدرش وعرفت ازاي لما توفت هيك اتحبانة لا خالص خالص ازاي حصل انا الوحيد على فكرة اللي كنت معها في اليوم ده ايه اللي حصل ولا اي حاجة كنا طالعين من تحت كنا عند حد من اخواتي طلعنا وفجأة جالة ازمة كده على تقريبا الساعة اربعة خمسة الفجر فانا ليه اخت ساكنة فامارة جنبنا نزلت بقى الساعة خمسة الاول رحت جبت حد من قدامنا الجيران انت ازمة يعني ايه وفي ثمان سنين يعني ايه ازمة شايفها ايه شايفها تعملنا انا شفت احد بيقول لي روح اندي حد من اخواتك واخوتك قبر اه فاتصرفت التصرف ده على طول قبل ما روحنا دهت حد من الجيران قعد راه اه دكتور جائل خلاص يعني كده يعني كانت ويعني ايه خلاص ثمان سنين دي لما احد بيقولك خلاص اه انا مشاهد مشاهد عجيبة شفتها ساعتها مشاهد شطات بقى خلكم بس الج �هة الوحيده انا قلتها الواحد جاء عشان ياخدني بعيد عن اه الجنازه ويا خارجه فاة بقوله اه ع الفقرة يا يا احمد انا انا سعلان قوي ده اللي انا قلت بس كانت اه عشان شايف مشاهد بس مش اسس بفقد لسه مش عارف يعني ايه وفضلت على فكرة حوالي 13-15 شهور اه استأ اعنها مش هتقدر تعمل كدا ماينفعش مش هتقدر يعني ما ينفعش يعني لو مش هينفع فاستنتها 3-4 شهور كل يوم باستنها ناها تيجي وبتدايق جدا لما افضل مستني وما تجيش وامشي وامتى ادركت انها مش هتيجي تاني مع الوقت بقى مع الوقت لما لقيت ان الدنيا ماشية مفيش حاجة بتحسن مفيش حاجة وبكرة بيجي مفيش حاجة مع الوقت سبحان الله الوجع بيقل بس مو دك انت خلاص وريحة الياسمين تفزل موجود اه طبعا المشهد ده كنت شايفه ايه لما اقولك ان انت اخرجت المشهد ده بتاع الموت وبتاعه شايف لونه ايه امي عبيض كان عبيض اه طبعا وانت كنت في المشهد ولا انت اللي بتصور انت براه كده وشايف اللي بيحصل لا انا كنت براه كنت بتشوف كنت براه وانشوت ولا الكاميرا بتتحرك ولا اه لا اتتحركت كتير ده فيه مدخل العمارة والناس قاعدة وكراسي وجاين من البلد وانا مش فاهم الناس دي كلها جات لي ايه ايه ده الناس دي جاي لي ده كده مش قدت من فوق ده لا وانا ماشي فوسطهم هما كانوا صفين كده اه مش هد حد من الجيران خدني اه في لحظة علشان اه اعود معاه وقعدت تكلمني في 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 وانت ليه مش عارف يعني عايزة تخرجني عن الموضوع اه مشهد وانا واحمد خرجنا بقى لما الجنازة ابتدت تخرج المشهد الفضيع واحنا بنسيب العمارة ورجعين البلد نعود سنة هناك اه لان مش مستحملين البيت ده خلاص فوانا ساب المكان اللي انا بقى قاعد فيه العمارة دي وراح البلد تاني ده كان صعب يعني مشهد تقدرش تنسى تحس الدنيا بتفضى كده متقدرش تنسى المشهد صعب اه بيخ